مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين حكومة أخ النوش تعلن رسميا إطلاق موقع خاص بالدعم وهذه خطوات للاستفادة انطلق بشكل رسمي الموقع الرسمي للتسجيل في السجل الوطني للسكان الراغبين في الاستفادة من الدعم وسيتم العمل بالسجل الوطني الذي أطلقته الوزارة الداخلية على مستوى المجموعة من العملات التابعة لجهة الرباط سالة القنطرة وجهة طنجة طوال الحسيمة كخطوة أولية في انتظار تعميمه على باقي العمالات وأقاليم المملكة وستكون عملية التسجيل في الموقع الخاص بالسجل الوطني للسكان المجانية ومفتوحة في وجميع المواطنين سواء المغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب وسيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر ثلاث مراحل الأولى تتضمن ملء الاستمار التسجيل عبر الانترنت من أجل أخذ موعد في المركز خدمات المواطنين والمرحلة الثانية التوجه إلى المركز الذي يتواجد بملحق إدارية التابعة للمقر السكن من أجل إتمام عملية تسجيل والإدلاء بجميع الوطائق إدارية المطلوبة وخلال المرحلة الأخيرة يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بسجيل وطني للسكان برقم سري عبر بريده الإلكتروني أو العنوان البريدي وهذا الرقم يمكن من تسجيل إجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي ويذكر أنه في الجريدة الرسمية عدد 738 ليوم الخميس المنصر منشور يتعلق بتفعيل قرار الوزارة الداخلية ويحدد التاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد إن شاء الله